اشتركوا في القناة لا تؤدي الى عمل او جد او اجتهاد او نجاح فاساس النجاح الامل والتفاؤل واساس الجد والاجتهاد في العمل الامل والتفاؤل واذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع ان يغرسها قبل ان تقوم فليغرسها نعوة للامل والتفاؤل والعمل والجد والاجتهاد حتى وانت في اخر لحظات حياتك نعم دعوة للعمل والامل حتى وانت في اخر اللحظات وانت تغرس دون ان تعلم من الذي سيأكل مما غرسته حديثنا هذا حديث اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة دعوة للامل دعوة للتفاؤل دعوة للعمل دعوة لحسن التوكل على الله واذكر ان الامل والتفاؤل ان التفاؤل يقوم على اساسين حسن الظن في الله وحسن التوكل على الله فاذا حسن ظنك في الله كلل الله عز وجل عملك بالنجاح والتوفيق واذا حسن توكلك على الله كلل الله عز وجل سعيك بالنجاح وبالتوفيق وحسن الظن بالله دليل على كمال ايمانك وحسن التوكل على الله ايضا دليل على كمال ايمانك وما نجى رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار الا بحسن ظنه وثقته في الله عز وجل حينما قال له سيدنا ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما انه حسن الظن وحسن التوكل على الله فينبغي على الانسان ان اراد ان يحيى حياة كريمة ان اراد ان ينجح في عمله ان يكون الامل والتفاؤل طريقه النور الذي يضيء له الطريق اسأل الله عز وجل ان يتقبل مني وإياكم صالح الاعمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة